بالنسبة لموضوع التنقيط وحلول الأسئلة الوزارية اللي جاية علي هو الناس تطلبني سابر الأسئلة الوزارية طي السؤال أنت لما تريد الأسئلة الوزارية أنه غير تفتهم الموضوع يا عيني أنت يا أخوي أنت الله يحفظك ويحفظكم يا رب الآن هذا السؤال الوزاري يالله أحل لك يا هسا أكتبك الحلمة تبس رح تفتهم شيء كل شيء ما رح تفتهم لذلك خليني أشرح لك الموضوع بالبداية وبعدين نحل الأسئلة الوزارية هذا التمرين هذا شوف شو إحنا غير البداية نشرحها نفهمها وبعدين إن شاء الله نحل الأسئلة الوزارية وراح أترك لكم آخر شيء تدريبين أو تلاثة أنت تحلونا أترككم مع الفيديو وأتمنى لكم مشاهدة طيبة السلام عليكم طلاب الثالث المتوسط الأبطال طلابي طلاب الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نشرح لكم موضوع التنقيط اللي هو البنكتويتشن أول شغلة لازم تعرف صيغة السؤال صيغة السؤال يتقل لك ري رايت ذي سنتنس يوزنج كابتال لترس ها هي صيغة السؤال من نشوف كلمة ري رايت ذي سنتنس يوزنج كابتال كلمة كابتال هاي بيين لترس حروف تنقيط إذن هذا هو سؤال التنقيط أو الخط مرات بعض الناس يسمي الخط خط علامات الترقيم حيب حلو طيب إذن هذا هو السؤال هس راح نجي على الملاحظات مال هذا الموضوع أولا نستخدم وبتستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء الدول والجنسيات والعواصم عندك كلمة إراك عمان شوفها هذا خطأ سوينها كابتال شوفها هذا اللي بالأخضر سوينها بالأحمر هذا صح أس هنا صح هذا خطأ حلو طيب مثلا أيضا عندك أسماء الأشخاص مثل دانة شوف هذا سمول سوينها كابتال نور نور تستخدم الحروف الكبيرة مع أيام الأسبوع وأشهر السنة مندي هذا خطأ هذا الصح كابتال ماتش خطأ هذا الصح كابتال أربعة في بداية الجملة نستخدم الحروف الكبيرة بداية الجملة نستخدم حروف كبيرة مثلا عندي كلمة هي هاي اللي هي هو هي فيزت هذا كابتال هذا سمول سويتها كابتال هي فيزتس لندن أستاذ هذا لندن ليس سوينها كابتال ما هي لندن مستاذا أنا ما عرف فقط اتهجاها إلا وآ لا وأن لند ودي لند وآ لندن لندن هذا لندن حي لا تنسى وضع نقطة في نهاية الجملة المثبتة الجملة العادية دائما نخلى بالأخير نخطأ هذه الجملة هاي الفوق هاي الجملة حلها خطأ وبها مجموعة أخطأ وليست خطأ واحد مجموعة أخطأ هاي خطأ الجملة الثانية الجملة الثانية صحيح الجملة الثانية صحيح وثانيا ال ال سمول سويته كابتل وثالث شي بناخير لازم اخلي نقطه وما خلي نقطه خليت اعني نقطه هسه هذا حل صحيح خامسا الضمير اي يأتي وحده عندما يأتي وحده يكتب كبير دائما لما تشوف اي هذا وحيده شوفه شوفه وحيده وحيده هذا سوي كابتل سوي كابتل هاي الجملة هسه اللي قدامنا بيها أربح أخطاء استاذ ايه دعوة ايه والله اربع اخطاء مثل ما اقول لك هاي الجملة بيها اربعة اخطاء اربعة اخطاء بيها اول خطأ هو علي لازم يصير كابتل بداية جملة ويسم شخص بنفس الوقت علي هاي سويته كابتل ثاني خطأ اي بنص الكلمة مو بالعفن وحيده لما يجيك وحده سوي كابتل ال اي هذا لما اي انا 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 لما يجيك بنص الكلمة او بنص الجملة عفن وحيده يعني ما يمى كلمات يعني مو بنص الكلمة جاي وحيده اقول لهذا الاسمول اسويته كابتل شوف هذا خطأ الثاني خطأ الثالث كلمة اراك دولة هذا اسمول اسويته كابتل الخطأ الرابع نهاية الجملة لازم يخلي نقطة هنا ما حاطفه جيتاني خليت نقطة ملاحظة ايضا مهمة لا تنسى وضع فارزة عنده النفي او خلينا نقول عنده الاختصار حتى تصير احله عنده الاختصار الان عندي كلمة ثلاث ساي بدون اختصار هذه الجملة اللي تشوفها امامك انت حلها خطأ هذه هسه خطأ بها خطأ شنوه الخطأ لازم بها فارزة لازم تحط لها فارزة هذي خطأ هسه منحطيتها الفارزة هلك صحيح شفيت زين استاظونيش مدروني بلامتحان! هذا للتس هذا للقرد39 اذاisa لا تبتش هذا اللي بيك بيمتحان انت ما اتعرفت تحفظ حفظ! مان شوفها لاتس وتحط لها فارزة مان شوف كانت تيد تحط لها فارزة تحفظها تحفظها تحط وارقة ولمة كتب لاتس بدون فارزة بقول نو بتحط لاتس عندك دانت بدون فارزة تحط لها دانت عندك كانت بدون فارزة تحط لها كانت فارزة عندك what is بدون فارزة تحط لها فارزة عندك he is نفس الحالة كل هذني تحفظ لياهن مثل اسمك حفظ كلش كلش مهم ثامنا نضع علامة السؤال علامة الاستفهام إذا بدأت الجملة بأحد الأفعال المساعدة هاي الأفعال المساعدة شوفها هذني تحفظهن هذني اسم أفعال مساعدة إذا بدأت الجملة بفعل مساعد من هذني أخط علامة السؤال بالأخير أعيد مرة ثانية إذا بدأت الجملة بوحدة من هذني الأفعال المساعدة اللي نشوفهن قدامنا راح أخلي علامة الاستفهام طيب حلثة سؤال Can I help you هاي جملة بيها ثلاث أخطاء خطأ الأول هذا السي لازم يصير كابيتال خطأ الثاني لأي قلنا وحيدة لازم يصير كابيتال خطأ الثالث يخلي علامة الاستفهام وأنا شو مدري نهاية السؤال ما هاي كان بالبداية أيوان يشوفين هاي واني كان عافية بالبطل هل أنت جوعان من شفة الار والار هاي واني موجود ويهن إذن أخليه إلى خير علامة استفهام أيضا بداية الجملة أسويها كابيتال صار ما هي السؤال بكلك علاقة بيهن احنا قلنا بداية الجملة ما الاعلاقة طيب اللي بعدا أو بدأت بالحرفين WH اللي هما أدوات السؤال الوير أينه الوين متى الواي لماذا حلو من قال لي وير معناها أينه إذن هاي أداة سؤال بالأخير لازم يخلي علامة استفهام طيب أجعل هذا السؤال هذا السؤال أقراه وشوف أخطائه وير هاي بداية جملة كابيتال هاي صحاعته ماهر هذا اسم شخص سويته كابيتال مارتش شهر خليتها كابيتال علامة الاستفهام بالأخير خليت ليش خلينا علامة الاستفهام لأن عندنا وير أداة سؤال تاسعا نستخدم الفارزة هاي الفارزة شوفها أو بالأخضر بعد الكلمات الافتتاحية بعد الكلمات بعد الاسم بعد بعد الاسم في في الكلمات الافتتاحية شن يعني كلمات الافتتاحية هي شنية الكلمات اللي نفتتح بيها الكلام مثل كلمة هاي مرحبا دير عزيزي هلو الآن مو عندي هاي علي هذا علي مو جان علي وراء أخلي فارزة باو علي هاي علي هاو آريو أنا مو قال لي هاي هذا شوف سويتها كابتال شفيت ليش لن بداية الجملة زيان وهاي عندي علي اسم شخص سويتها كابتال وراءها خليت فارزة ليش لان أنا قيل لك وراء أذني يعني وراء الاسم تخليه تخلي فارزة هاي هو كيفه هذا سؤال فرح أقول بالأخير علامة الاستفهام ليش خليت علامة الاستفهام بالأخير لأن عندك هو كيفه أنا عندنا هاي فارزة هاي جملة الأول انتهت وكأنه بدينا بشكل جديد قلنا هاي هو عاشرا إذا وجدنا كلمة يس نضع بعد الفارزة نضع بعدها فارزة وقبلها علامة استفهام كذلك إذا وجدنا نو نضع بعدها فارزة وقبلها علامة استفهام باوع لي هاي الجملة أقول لك يس اي دو من نشوف هاي الجملة أولا تبدأ بكيفيتر ليش خلينا كيفيتر لين بداية الجملة لقيت يس هنا أخلي قبلها علامة استفهام لأنه سألني سؤال بعدين قيل لي يس هل تحب الأفلام قيل لي يس نجاوبني طالما ما مجاوبني معناها هذا سؤال لقيت يس نعم نو لا معناها هذا سؤال ومجاوب علي معناها لازم أخلي قبلها علامة استفهام وخلي يس وخلي فارزة وبالأخير أقول يس آي دو مرات هذا الآي جيب الكياس مول نفس الحشي مثل ما قلت لك هذه آي سمول قلت لها آي دو ليش لن جاي وحيد الآي جاي وحيد حلو حتى لو قيل لك نوم أم نفس الحال توصيات مهمة اكتب بخط واضح وجميل ولا تستعجل في الكتابة أبدا دير بالك تستعجل بالكتابة بعد بين كل كلمة أخرى بعد لي بين كل كلمة وابعد على هذا الحل can I help you بله عليك هذا الحل شوفوا شوفوا شلون لازق ليها اللازق كل شي ما افتهم هذا حل غلط طيق صفر عليك حل صحيح هذا ابعد بين كل كلمة وكلمة مو تباعد لبين هيل قيد شبيك انت مخبّل لا ها آه can I help هالحل لك صحيح ما بعد بناتهم هواية أبعد بسمه هواية يعني الحروف ما أباعد بقوا طلاب هايش تكتب هايش تبع هالكلم هاي غلط الكلمة أدمج حروفها مع بعض أخليهم مع بعض هيتش وباعد بين كل كلمة وكلمة يعني هسا هذا الحل شوفوا لي هذا الحل هذا الحل هذا شوفوا من تربط هذا هذا خطأ هذا الحل الثاني خلينا شوفك هذا الحل الثاني هذا الحل الثاني هذا هام خطأ باوعى شوفوا شلونه شوفوا شتوا باوعى لعليه تعرف تقراها انت 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 الطالب انت اللي كتبته تعرف تقراها والله ما تعرف تقراها شون تريدني آنو مدرسة عاش أقرالك إياها شفت بعينك فانتبه زين على هاي بطل شفت شلون إذن هاي غلط والثاني هام غلط الحل الصحيحية الثالثة الحل الصحيحية الثالثة خلينا نجي على هاي التدريبات ري رايت ذا سنتنس أعدي كتابة الجملة يوزنج كابتال لترس إذن هذا حاط إجاني هذا السؤال طيب أكتب سؤال أكتب رقم السؤال وابدي أكتب سطح يعني خط يعني صفحة جديدة أو عفوا بداية خط جديد يعني مو تكتب ليها الحلقي هنا من النص لا أبدأ من البداية من بداية سطر أقرأ السؤال أحمد آه أحمد هاي كابتال وين تو موصل أحمد راح للموصل حلو طيب إذن أردح أبدي أقول لأي أحمد نزلها مثل ما هي أحمد وراها خلي وينت نزلتها مثل ما هي ما عندي بها أي مشكلة تو إلى موصل هاي كابتال هاي اسم دوء محافظة مو صل والأخير أخلي نقطة إذا ما خلت نقطة يحاسبني إيو والله يحاسبك إيو والله يحاسبك السؤال الثاني قرأ ادو إي دينة دائماً اسم الشخص جيك بالبداية مراتي جيك سؤال بالبداية فأنت أنتبه دينة اسم شخص إد إي نه ترافل سافرت نزلها مثل ما هي طيب آن في من دي ها سندي من دي هذا يوم سوي كابتال ما دي بالأخير أخلي السؤال لا ما أخلي السؤال خلي نقطة لأن جملة ما بها سؤال وين السؤال بها بها دز بها دو لا ما بها حل أجعل السؤال الثالف قيل لي دز دز بحده من أدوات السؤال والله أنا ما متأكد طبعاً ما متأكد لأن ما قاريهن لو قاريهن لو قاريهن هذا النقطة الثالفة باوعي لأرجع لذن شوفين هذا النوع الدز موجودة وياهن إذن ها وحدة من أدوات السؤال أبدأ دز كابتال بتينبهاي دز بعدين عمر سويهاي كابتال قو ذهب تو إلى تهجاه بقاء بغ بجداد من بغداد حلو حط كابتال أي جي اتش اي دي دي وآن راحبين خطأ تنتبه انتبه دير بالك تنسي حرف دير بالك عم تحلك يصير صحيح وان تنزل مثل ما هي تهجاه الثور ثرز دي ها ثرز دي ها ثرز دي هذا أيضا تسير كابتال لأن يوم من أيام لسبوع ثرز دي ثرز ثرز دي وخلي نقطع بالأخير لا لا حلو غلظ ليش ما خلي نقطع ما هو قيل لك دز سؤال إذن خلي علامة استفهم خلي علامة استفهم بننتقل على السؤال اللي بعد قيل لعلي دي هايش تجيك بالامتحان عليك دبالك أو علي هايش تجيك بالامتحان هايش من نريد حلها أقول لعلي كابتال لأن اسم شخص ديد تنزل مثل ما هي الناطس أخلي لها فارزة لأن نفي و قو أنزلها مثل ما هي وتو إلى وتهجاه أبو آ باس أبو آ با وأس باس وأر باصر باصر وبالأخير باصر ها باصر حلو كابتال بعدين A بعدين S بعدين R بعدين A خلي علامة السؤال بالأخير لا ما عندي علامة السؤال خلي نقطة خليت نقطة السؤال اللي بعد قيل لي WH من باديلي به WH معناها هاي سؤال في وين متى أبد ببداية وين لازم تكون كابتال ولا تنزل مثل ما هي طيب علي اسم شخص نزلناه مثل ما هو كم نزل مثل ما هو أربيل هاي حرف كابتال لين أربيل ما عرف قراءة أجهة A U R R و A R B و A R B حتى لو قلتها A R B وبعدين قول R B أربيل أربيل A U R B R B أربيل خلينا نقطة بالأخير لا خلي علامة تستفهم ليش خلي علامة تستفهم لين سؤال شوان عرفت السؤال لان الوين الوين متى يعني السؤال السابق سادس هو كيف هواري وكيف هواري وكيف حارق دوات سؤال بداية جملة سوية كابتال بالأخير لازم تكون علامة تستفهم لين عندي هو الدد تنزل مثل ما هي أقرأ هالكلمة النو و نو و نور وبالأخير نورة ها تنزلها مثل ما هي طيب ان تنزل أقرأ الكلمة أحو ال ه 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 آي آي آل إذن هاي حلة حلة إن أنا أزلها إن إن أو نوفمبر ها نوفمبر هاي شهر كابتال أسوي نوفمبر أخلي علامة السؤال لو نقطة بالأخير لا أخلي علامة السؤال ليش ليش علامة السؤال لأنه كيف ذات سؤال نجي على الجملة اللي بعيدة هذن الجملة الأغلبهم جاية وزاري إلى مكلم هاي سبع جاية وزاري والثامنة جاية وزاري والتاسعة جاية وزاري والعشرة جاية وزاري علي كابتال اسم شخص ديدنت بيها ديد ونات لازم أخلي فارزة ترابل تنزل مثل ما هي تو تنزل مثل ما هي موصل كابتال أم أو أو أس يو أل موصل لأن اسم يعني سويها كابتال لأن مدينة موصل إن تنزل مثل ما هي جاية جان و جانوري ها هذا شهر جا نو جانوري بالأخير أخلي السؤال لو نقطة لا أخلي نقطة لأن ما عندي فتشيدل على السؤال ثمانية عندي فتشيدل على السؤال لا والله ما عندي فتشيدل هاني ما عرف قراتها الجا الـ ه ينقرئه أهو آ ها وأن أن هان و هاني ه آني طبعا هاني هاني طيب مثل ما هي تنزل ما هي اسم شي ولا هاي تتجاه أيو أح أيو أح أح و أم أهم و آ أحمد ها هذا أحمد أي أحمد تنزل مثل ما هي visited يزور هاي ما عند بيها مثل ما عنده بيها المشكلة visited طيب قرأها هاي أبو آ باس وأر باس ره باس ره ها باس ره هاي بس عطي لأتش عالي شو المشكل أبو آ باس راه تنزل مثل ما هي باصرة طبعا إذا ما رات يحطون الأجمة رات ما يحطون عادي مو مشكلة إذا أنت تحط إنهم ما حطوا طيب مو مشكلة أنا أزل لاست مثل ما هي أتهت جاه نو نوفمبر ها نوفمبر هذا نو نوفمبر هذا إذن هذا الحل خلي علامة سؤال لا شو أنت حطي علامة سؤال خلي نقطع خلي نقطع ننتقل على رقم 8 ننتقل على رقم 9 ننتقل على رقم 9 رقم 9 رقم 9 أشقائي اللي دد هل الدد من أدوات السؤال؟ بله خلينا نرجع للملاحظة هذه الملاحظة لأنني ما قاريه ناس لحدك أنت حد لا دد موجودة وياهن داز دد دو خاف أنا ما كاتبها هي دد أداة سؤال مبينة ها ما بيتوني دد أنا أعتقد كاتبها بس جوز حذفت قبل شوية لا ما منتبه الدد واحدة من أدوات السؤال لما تيجيك بالبداية اللي هي الدو والداز والدد هذن أدوات سؤال طيب الدد إذن دد أداة سؤال دعوني كتبناها هاسا خافت لناسينها إذن الدد طيب إذن أقول دد كابتال طيب لماذا خليت كابتال استعد؟ ما هو بداية الجملة بداية الجملة دائما كابتال دد قرأ الكلمة راس لا هذا مو أسالة قرشية راشة ها راشة كتب كابتال راشة ميت مثل ما هي تنزيل ميت قرأ الكلمة الوراها راشة الوراها شنية ها 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 هد هدا كابتال أيضا ها هدا آت مثل ما هي ما عندك كلمة مشكلة بها ذا تنزيل مثل ما هي شوب محل ما لعلاقة بها لاست تنزيل مثل ما هي قرأ الكلمة الأخيرة مو آ مون واد مون دي ها مون دي هذا يوم الأثنين مو مو ان دي وأخر شي والد خلي نقطة بالأخير لا غلط ليش ما خلي نقطة؟ خلي علامة السؤال ليش علامة السؤال؟ لأن هو باديل بدل سؤال العاشر أبدأ بالجملة حرف كبير ها تنزل مثل ما هي يو تنزل مثل ما هي ما عندك بيها مشكلة طيب أفر تنزل مثل ما هي ما عندك بيها مشكلة بين تنزل مثل ما هي تو إلى تنزل مثل ما هي لوراها الكلمة تهجاها اي يورو 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 يوروب 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 يوروبي يوروب أه أوروبا إذن هاي أوروبا تحتي اي كابتل يو ار او يوروبا هاي أوروبا؟ طيب يس آه عندني يس هنا عندي يس يس خلينا نرجع الملاحظة ما تستغل محمد ماذا يقول باليس يس هنا إذا عندي يس أخلي إذا يس معناها هذك السؤال هنا قبلها حلو إذن عندي سؤال هنا حلو إذن راح أخلي هنا علامة استفهام وأقول يس يس طيب ورا اليس أخلي فارجه ورا اليس الآية سوي كابتل لأن الآية جاء وحيدة وتنزل الجملة مثل ما هي وبالأخير خلي نبط هذا هو هذا هو الموض بقى عندي 11 و 12 و 13 و 14 هذن اللي ما يحلهن اللي ما يحلهن هذن إن شاء الله ما ينجح تحلي إياهن وتنزل إياهن بالتعليقات اليوم مباتر اليوم تحلي إياهن اليوم هسه هسه تحلي إياهن أريدك أتبكم ملاحظة هاي الام من تجيك هاي أصلها ايام يعني أيضا بيه اختصار أريدك تحفظ ليه أيضا هذا مهم و عندك ال الوانت هذا أيضا بيه اختصار هذا أيضا أريدك تحفظ ليه هذا بيه اختصار اللي هو وهي تصير هذن نحفظهم أيضا بني مهمات هذن أيضا مهمات تحفظ ليهن مثل اسمك شوف شتون اختصرينهم و ما حطلك بيه فارزة انت اللي لازم تحط بيها فارزة هاي شغلتك انت يلا يا أبطال حفظوا لهاي الأمثلة مثل اسمكم و لا تنسى الواجب اللي انت تكياه ايه هذا و انا واجبك يلا اخذ له سكرين و بده تحل بيه لازم تحل لازم تخطئ اذا ما خطيت والله ما تتعلم والله والله ما تتعلم اذا ما خطيت اخطأ على ما تتعلم حلي هذا السؤالين الاسئلة هاي الـ 12 الـ 11 والـ 12 والـ 13 والـ 14 يلا يا أبطال